اشتركوا في القناة الابراج اللي عندي بنتي وانا بحب البنات بصراحة عندي بنتي ولا بس بحب البنات فيعني احلى قلبه احلى حبه هقول قصيدة والله شكلي هقول قصيدة مش هقول توقعات برج الدلو بحبكم جدا ربنا يجعلها سنة الخير والسعد والهنى ويعني طيب خاطركم وسنة فيها صحة وعافية لكم بحبكم المهم التوقعات من حيث الامور المهنية برج الدلو الامور المهنية بالنسبة لنا هيكون فيه شيء قوي جدا جدا منتظرنا ولكن هيكون عندك في البداية حالة كده من اللي هو انا مش عارف اعمل ايه حاسس ان انت كل ما تقترب في حاجة كده كأنها بتضيقك يعني بتيجي حاجة من الماضي بتضيقك فتبدأ ان انت تتراجع اما الناس اصحاب المسئولية او عندك انك انت بتشتغل حاجة مسئولية او عندك منتج لازم تقوم بيه شيء لازم تعمله بشكل قوي فهيكون عندك الضغط ازيد فبالتالي هتحس الشعور ده اكتر يعني حالة كده من الزهق ده هيكون عندك في خلال اول اسبوع ولكن ولكن هيبدأ يتجدد معاك الدنيا وتتحسن بشكل قوي ومش اول اسبوع لا ده هو عندنا 3 اربع تيام في بداية الاسبوع الاول هم اللي هيكون فيهم الحالة دي لكن في تعويض من الناحية التانية وده من ناحية العاطفة وده اللي هيقويك ويرجعك ويفوأك لنفسك في امورك العملية او المهنية طيب عامة شوف ده صوت قال برج الدالو لو سمعتوه يعني المهم يعني فالامور المهنية فعندنا برضو ان هيكون فيه اشخاص هيسندوك ويساعدوك لو انت شغال في حاجة خاصة او حاجة لها علاقة بمركز كبير فهيددولك كل الدعم كل الطاقة هيكونوا واخذين بالهم من حاجات يمكن انت يعني هقول لكم على حاجة مثلا انت بتشتغل في حد بياخد بالهم من العيال مثلا فحاجة كده يعني انت هيخلوك تركز وهما يدعموك ويقولوا لك خلاص اللي انت اللي انا عليه ملكش دعوة ده معانا احنا او احنا هندعمك احنا في كذا فبيطمنوك فهيكون ده موجود جدا طب الناس اللي شغالة في اماكن خاصة هيكون عندك الدنيا شكلها عامل ازاي عندك اشخاص بتدعمك بس برج الدلو انت فيه اشخاص غيرانين منك على قد ما محبينك كتير على قد ما فيه اشخاص غيرانين فبالتالي هيكون فيك فيه الوقال وهيسا النصيحة اللي ممكن نقدمها لك في النقطة دي طنش لا تبالي لا تبالي بالمرة يعني طيب عامة فده نقطة مهمة جدا عندك حاجة ليها علاقة بتقضية وقت ممتع او وقت سعيد ليه علاقة بسفر ليه علاقة ووضع مهني جديد السفر ممكن يكون مرتبط بشغل فعندك ده هيكون قوة او هيكون فيه تميز بالنسبة ليك جدا جدا في القصة اللي زي دي كتير ممكن يسأل انه عنده سفر في خلال شهر فبراير ولا لا هيكون فيه سفر لاصحاب برج الدلو بس الاكتر هو سفر على فكرة ليه علاقة بانسجام يعني لو سفرية مهنية هتكون فيها انسجام هي اكتر من شغل عامة الامور المادية الامور المادية البرج الدلو هيكون فيه مساعدات من الاخرين عندك فيه شيء هتحصل عليه من الاهل ممكن يكون عندك ازمة مادية ولكن هتتحل عندك مشكلة قضائية هتبدأ برضو تتحل هيكون فيها مرضود لو انت المشكلة القضائية دي على حق من حقوقك او ممتلكاتك او فلوس هتبدأ انها ترجع لك ليك مستحقات مادية من شغل قديم هيكون فيها رجوع وبالنسبة للناس اللي ممكن تكون منتظرة شغلة هيكون عندها فرصة شغلة ولا لا في خلال الاسبوع التاني فرصة والاسبوع التالت فرصة اقوى طيب بالنسبة كمان للامور الدراسية خلونا اتكلم على الامور الدراسية برضو لانها مهمة جدا عند اصحاب برج الدلو الامور الدراسية هتكون مهمة جدا هيكون عندك ان ده شيء مهم شيء انت عايز تبزي المجهود انت عايز تنجح انت عايز تقو على نفسك بس فيه كتير من اصحاب برج الدلو سواء دراسة او سواء امور مهمة في حياته هيكون عندك حتة اللي هو انك مشغول في تعب شخص معين يعني فيه شخص عندك تعبين او بيمر بمشكلة صحية او ايا كان بالتالي انت مبدايك انت ممكن تكون بتفكر كتير فيه انت مشغول بالوقت معاه فده هي ممكن تحس شوية انه بيعطلك عن امور مهنية او امور دراسية لكن هتبدأ ان انت تلملم نفسك يعني هتعرف تركز اكتر لان هيكون عندك ارادة ان انا اخلص فعارفين فكرة ان انت مشغول طول اليوم وبتخلص المادة في ساعتين بالزبط ده اللي في حين انت ممكن كنت تقعد مثلا شهر كامل عشان تخلص مادة لا انت تقدر فاهمين ده اللي قصده انك هتعرف تنجز الوقت وهتكون عندك قدرة على الاستيعاب بشكل اهوة برج الدلو منتظر حاجة انت منتظر حاجة تقطق وشعورك انت فيه عندك انتظارة انتظار لحاجة مهمة انتظار لشيء قوي او انت عندك شيء فرحك فمنتظر تكملته منتظر الباقي بتاعه هتبدأ انك عندك حالة من السعي في شيء انت منتظره وهيكون اخرة السعي ده انفراج عندك بالفعل فيه ابواب هتحصل فيها انفراجات من ضمن الباب اللي هيكون فيه انفراجات هو باب العاطفة يعني هيكون عندك بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين فيه العاطفة فيه حب فيه رومانسية فيه تجديد لمشاعر فيه احاسيس وفيه بداية حب وفيه علاقات هتبدأ علاقات بالفعل هتكون خطوبة او زواج فعندك ده يا برج الدلو برج الدلو برضو بالنسبة لك فيه الامور العاطفية للناس المرتبطين هيكون عندنا فيه ترابط أقوى الشريك بيدعمك بيدعمك في أزمة نفسية أنت ممكن تكون بتمر بيها بشكل جزئي مش ما عندكش أزمة نفسية بشكل جبير بس عندك فيه حاجة مسبب لك جزئية كده الأقصر هي أمور صحية أو تعب حد ولكن أنت هتبدأ أنك تتأقلم وهتبدأ أن أنت توضح أن ما فيش حاجة بس الشريك هيبقى حاسس أن جواك فيه حاجات كتير فبالتالي هيكون بيدعمك واقف معيك بيدي لك الكلمات المطمئنة هتحس بسعادة هتحس أن فيه بيبقى فيه تغيير منه وبقى بيأثر فيك يعني أو بقى متأثر بيك جدا وده شيء هيخليك أن أنت سعيد قوي عندك زيارة أو عندك فيه زيارة عائلية ممكن تجمعك بالشريك هيكون شيء لأول مرة مع الشريك هتقوم بيه خلال هذا الشهر يعني مش في زيارة بس فيه حاجة هتكون أول مرة تحسها مع الشريك فده هيخليك أنك سعيد هيخليك أنك مبسوط هيخليك أن أنت فرحان وعايز تقول للناس كلها أنك فرحان وخلي بالك عشان ما تتحسدش برجل دلو أنت عندك طاقة حسد طيب عامة وطاقة الحسد صدقوني من الناس المقربين لكم اللي ممكن يكونوا يعني يعرفين عنكم كتير اللي أنتوا شكين فيهم وروحانياتكم بتقول لكم التق الله يا شيخ يبعد عنهم روحانياتكم بتزلكم يبعد عنهم يبعد عنهم فهو ده الناس اللي هم عندهم خلافات في الوضع العاطفي أو أنت متأثر من ناحية الشريك بزعل بكسرة هيكون عندنا حل للأمور دي بشكل قوي أنا شايفة أن فيه تصالح في توطيد علاقات في رجوع حتى الناس المنفصلين عندهم نسبة كبيرة للرجوع وعندك حب جديد برج برج العائلة عندك متطلبة وجودك جدا كلامهم هيكون مهم بالنسبة لك تأثيراتهم عليك إيجابية ودعم قوي منهم في حياة في تبادل زيارات في تميز هتعيشهم بالنسبة كمان للأمور الحياتية بتاعتك أنت عندك موفق بموضوع في سعي وفي ضغط عندك هيكون في آخرته في إيجابية وخير لك خلونا نكمل في التواقعات الإسباعية عشان ما طولش عليكم فالتواقعات الإسباعية نتكلم بشكل تفصيلي على كل شيء ولكن أحب أطمئنكم أن عندنا شهر مميز جدا إيجابي جدا يجب استغلاله بشكل قوي ما تنسوش اللايك وشاركوا في قناة وتفعيل الجرس سلام